بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ازايك يا سنساء التعملين ايه يا ربك ولك تكونوا بخير يا حبيبي النهاردة ان شاء الله في فيديو النهاردة هنشرح مع بعض listen to فيونت 9 الدرس التاني في الواحد التاسعة وقبل ما نبدأ ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليوصلك كل جديد لو عايزين اي حاجة يا حبيبي اكتبولي في كومنت ونبدأ قرأتول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم درسنا النهاردة بيتكلم عن مجموعة من المدن كلمة modern يعني cities modern cities ولازم يا حبيبي تحفظوا كل كلمة بتمر عليك ونطق اسبر modern cities c-i-t-i-e-s بتقسموا الكلمة c-i-t-i-e-s modern cities اول مدينة روما اللي هي عاصمة ايطاليا روم روما روم r-o-m-e روما عاصمة ايطاليا روم r-o-m-e تبقوا عارفين كل مدينة عاصمة بلد ايه بالضبط مدينة نيويورك نيويورك ستي نيويورك ستي نيويورك ستي القاهرة عاصمة مصر كايرو سي اي 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 ار او القاهرة كايرو الحرف سي بيونطق كي سي اي اي ار او القاهرة عاصمة مصر كايرو سي اي اي ار او باريس عاصمة فرنسا باريس بي اي او اي 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 از توكيو عاصمة اليابان توكيو 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 تي او كي واي او هونجو كونج هونجو كونج هونج اتش او اني جي كونج كي او اني جي هونجو كونج هونجو كونج لندن عاصمة انجلترا لندن 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 اللي او ان دي او ان هونو لولو عاصمة تولاية هواية الامريكية هونو لولو هونو لولو هونو لولو اتش او انو اليو اليو سول عاصمة كوريا الجنوبية نفس النطق بالعربي زي الانجرش سول سول سي او يو ال سول عاصمة كوريا الجنوبية سول سي او يو ال سان فرانسيسكو بعدين التولاية كالفرونيا الأمريكية سان فرانسيسكو سان فرانسيسكو سان فر ا نسي اي سي سي او سان فرانسيسكو سان فرانسيسكو نقولهم تاني مدن ستز مدن ستز مدن ستز روما روم روما روم مدينة نويورك القاهرة باريس عاصمة فرنسا توكيو هونجو كونج المدن النطق بالعربي زي الإنجليش لندن هونولولو هونولولو سول عاصمة كوريا الجنوبية سول سان فرانسيسكو سان فرانسيسكو سان فرانسيسكو نشوف الصفحة اللي بعد كده عندي مجموعة من الكلمات الأخرى كلمات أخرى أول كلمة جميل أو رائع كول كول جميل أو رائع كول سي أو أو إل وحرف السي بننطق أوكي يرفع لفت لفت ل اي افتي قهوة مشروب القهوة كوفي كوفي سي أو اف اف اي اي وحرف السي بنطق كي قهوة كوفي سي أو اف اف اي اي بنفسي بنفسي باي ماي سلف باي ماي سلف باي بي واي سقيل هافي 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 هيا تقلل تشجيع هيا تقلل تشجيع هيا تقلل تشجيع هامي اي اون وحرف السي هيا تقلل تشجيع جميل كول جميل او رائع cool cool يرفع lift lift اهوة coffee coffee بنفسي by myself by myself سقيل heavy heavy هيا تقلد تشجيع come on come on عندي بعد كده language functions وزاقف لغوية بتتكلم عن ايه اول حاجة عند السؤال عن بلد شخص بنقول ايه يا ترى علشان نسأل واحد نقول له من اي بلد انت بنقول له ايه بنقول له where are you from where are you from من اي بلد انت where are you from where are you from من اي بلد انت where are you from الشخص هيرد عليه وقول له ايه I'm from واسم البلد اللي هو منها هيقول له I'm from كايرو لو هو من القاهرة I'm from Paris لو هو من باريس I'm from London لو هو من لندن يبقى يا حبيبي لو عايزين نسأل اي شخص هو من بلد ايه بالزبط هنقول له where are you from معناها من اي بلد انت او من اين انت where are you from من اي بلد انت الشخص هيرد عليه وقول له ايه I'm from زايد اسم البلد I'm from زايد اسم البلد بتاعته هنا مثال where are you from من اي بلد انت لو انا من القاهرة هقول I'm from كايرو لو انا من باريس هقول I'm from باريس لو انا من لندن هقول I'm from London بعد كده بقولي للسؤال عن الكمية لو بسأل عن الكمية يا حبيبي بنسأل بhow much how much معناها كام للكمية يأتي بعدها الاسم لا يعد يعني كمية كمية ما ينفعش اعدها how much وبعد كده coffee وبعد كده do you drink حسب بقى الحاجة اللي احنا ايه بنتكلم ايه عنها حسب بقى سواء اكلة او مشروب حسب الشيء اللي احنا بنتكلم عنه في السؤال هنا طبعا معايا coffee مشروب بقولي how much coffee يعني كم كمية القهوة do you drink اللي انت بتشربها ممكن مثلا لو هنتكلم عن اكلة هنقول how much rice كم كمية القرز برضو القرز اسم لا يعد do you eat اللي انت بتاكله يبقى حسب الشيء اللي بنتكلم عليه هنا بنتكلم عن مشروب هنقول drink في الاخر ممكن نستبدل drink behave how much معناها كام للكمية بتسأل عن الكمية how much وبعد كده اسم الشيء اللي عبارة عن كمية يعني اسم لا يعد وبعد كده هنا طبعا بنغير الفعل المساعد حسب الزمن لو بسأل في زمن الماضي البسيط بقول did لو بسأل في زمن المدارة البسيط بنقول do او دس حسب الفعل وبعد كده الفعل وبعد كده الفعل الاساسي يبقى لو للسؤال عن الكمية بستخدم how much بمعنى كامل الكمية طب لو عايزة اجاوب هبدأ بالفعل اللي موجود في السؤال عند you بحولها ل i وهنزل الفعل زي ما هو هقول i drink طبعا عشان الفعل المساعد اللي هنقدو فدرينك هتنزل زي ما هي بدون اي اضافات هقول i drink وبعد كده اشوف انا شربت او بشرب كام فنجان من القهوة وابقى واكتف الاجابة طبعا احنا هنا الكلام في زمن المدارع البسيط هقول i drink three cups of coffee يعني انا بشرب ثلاث فنجين من القهوة i drink three cups of coffee بعد كده بقول لي لو بتكلم عن شيء جيد او شيء سيء يعني مثلا لو حاجة جذبت انتباهي او حاجة سيئة اول حاجة لازم ابدأ كلامي بوط هبدأ كلامي بوط وبعد كده بحط ا قبل الصفة وبعد كده بحط الصفة واسم الشيء اللي انا بتكلم عنه تاني يا حبابي لو بتكلم عن شيء جيد او شيء سيء سواء حاجة كويسة او حاجة وحشة ازاي اقول الجملة اول حاجة هبدأ بوط وبعد كده a سبت عندي قبل الصفة وبعد كده الصفة اي صفة يا حبابي سواء صفة كويسة او صفة وحشة لو بتكلم عن شيء جيد زي كده هستخدم صفة كويسة لو بتكلم عن شيء سيء حاجة انا مش حباها يعني هستخدم الصفة برضو اللي بتدل على الشيء ده وبعد كده اسم الشيء في الآخر هنا بنتكلم عن شيء جيد حاجة حلوة جذبت انتباهي عايزة اقول يا لها من طائرة جميلة هقول what اقول plain what اقول plain يبقى لو بتكلم عن حاجة تجذب الانتباه هقول what a وبعد كده الصفة اللي انا حبا اعبر عنها عن الشيء ده وبعد كده اسم الشيء what اقول plain ممكن اقول nice ممكن استبدل للصفة بأي صفة انا عايزيها وبعد كده اسم الشيء اللي انا حباها what اقول plain يعني يا لها من طائرة جميلة وكده يا حبيبي انتهينا من شرح الدرس اسمكم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة